وصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول مساعدة بقيمة 50 مليار يورو تمتد على مدى أربع سنوات تقدم لأوكرانيا هذه المساعدة كانت مجمدة سابقا بسبب رفض رئيس الوزراء المجري لهذه الخطة هذا الدعم الأوروبي مشاهدين الكرام لأوكرانيا ليس الأول من نوعه فالأوروبيون بدأوا دعمهم منذ إعلان روسيا الحرب في يناير 2022 لكن بنهايات العام الماضي ومع العقبات التي وضعها الكونغرس الأمريكي على أحدث حزمة مساعدات أمريكية تقدم لأوكرانيا أصبح عبء مساعدة كيف في الحرب مع روسيا يقع بشكل متزايد على عاتق أوروبا فكيف يبدو الدعم الأوروبي لأوكرانيا منذ الرابع والعشرين من يناير عام 2022 وحتى نهاية أكتوبر عام 2023 قدمت الدول الأوروبية نحو 47% من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا في حين قدمت الولايات المتحدة 43% من القيمة الاجمالية لهذه المساعدات وقد وفر الاتحاد الأوروبي ودوله أكبر قدر من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية مجتمعة وفقا لمعها ديكيل فإن الولايات المتحدة قدمت حتى الآن أكبر قدر من المساعدات العسكرية في مقدمة الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا تظهر ألمانيا وهي ثاني أكبر الداعمين لأوكرانيا على الإطلاق بنحو 17.1 مليار دولار وتشمل المساعدات التي قدمتها ألمانيا أسلحة وذخيرة بالإضافة أيضا لدعم مالي بينما قدم الاتحاد الأوروبي 5.6 مليار دولار إضافة إلى مساعدات قدمت من النرويج والدينامارك وبولندا وهولندا والسويد حتى الآن أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات عسكرية بقيمة 28 مليار يورو إلى أوكرانيا وتعهد أيضا بحوالي 21.2 مليار يورو إضافية في هذا العام ولدعم أوكرانيا غيرت ألمانيا والسويد من سياساتها السابقة ضد تقديم أسلحة هجومية في حين قام الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه بإرسال أسلحة فتاكة من خلال مؤسساته وبشكل مباشر من بودابستيال تحق بي الدكتور جوزيف هاربينا مستشار المخاطر الجيوسياسية دكتور أهلا وسهلا بك معنا دعني أسألك بشكل مباشر ما دافع هذا الاتفاق الذي من خلاله سيتم تقديم هذه المساعدات الضخمة وأيضا ربما تكون طويلة الأمد عندما نتحدث عن أربع أعوام مساء الخير الدوافع واضحة فإن أوكرانيا تحارب لأجل بقائها ولكن أيضا تحارب لكي يتم الحفاظ على البنية الأمنية في أوروبا في القرى الأوروبية وهي أيضا تدافع عن الترتيبات الأمنية التي تم اعتمادها بعد الحرب الباردة وأوكرانيا تدافع عنها كلها من روسيا التي قررت أن تعيد النظر في هذه الاتفاقات وفي نظام الأمن والعلاقات الأمنية لذلك من الضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يساعد أوكرانيا على البقاء وأن يمنع روسيا من إحراز فوز كبير وأعتقد أن في أفضل السيناريو هذا يكون هناك وصول إلى حائط مسدود وليس هناك الآن أي إمكانية لهزيمة روسيا لأننا نرى أن روسيا تمكنت من التغلب على معظم صعوباتها التي رأيناها عام 2022 وبالتالي من الضروري بالنسبة لنا أن ندعم أوكرانيا وأن نمنع روسيا من إحراز فوز في هذه الحرب لأن هذا سوف يتمخض عنه عواقب جيوسياسية كبيرة ويؤدي إلى تغييرات جيوسياسية بالنسبة للاتحاد وماذا إن كان كل ما ذكرته وجد معارضة من المجر؟ قد تعيق هذا المسعى ووصول هذه المساعدات وبالتالي لا يكون هناك تواجد لكل ما ذكرت إذا حدثت ذلك سوف يكون مؤسفاً كان هناك مناقشات حول إمكانية إلغاء حق النقد مجرد إشاعات في محاولة لإقناع فيكتور أوربان بالتعاون إذا تم إلغاء حق النقد داخل الاتحاد الأوروبي برأيي هذا أمر مؤسف لا أعرف كيف سوف يتبلور المشهد ولكن أوكرانيا غير قادرة على حفاظ على وطيرة الحرب الحالية وأن تكمل من دون المساعدات الغربية مما يعني أنه إذا لم يسلم الغرب المساعدات مهما كان السبب على الأرجح سوف تنهار أوكرانيا ربما أولاً جيشها ينهار وبعد ذلك الدولة لكن هناك مشهد أوسع لكل ذلك إذا ما تعثر علينا أن نقدم الدعم لأوكرانيا في المدى الطويل كما تعهدنا للأوكرانيين منذ البداية فهذا سوف يسيء لسمعتنا في الخارج نعم وسوف يزعزع النظام الليبرالي كما نعرفه طيب دكتور جوزيف اسمح لي أنت تتحدث عن مثل هذه المساعدات طويلة الأمد في حال أنها لم تصل لأوكرانيا فبالتالي ستنهار أوكرانيا وستذهب كل الأهداف التي من بداية هذه الحرب قدم من خلالها دعم لأوكرانيا من أجل الصمود والوقوف في وجه روسيا كيف سينعكس ذلك على الداخل الأوروبي الغارق في أزماته الاقتصادية يعني اليوم عندما تطول هذه الحرب وتستمر هذه المساعدات هذا يكلف خزينة الأوروبيين كثيراً سواء من ناحية دعم مادي أو حتى دعم عسكري مكلف هذه هي المشكلة الاتحاد الأوروبي مجموعة ينتج حوالي سبعة عشر تريليون دولار سنوياً وهذا يساوي أو عندما نتحدث عن خمسة وأربعين مليار على مدى أربع سنوات فهذا جزء بسيط من الإنتاج الأوروبي ولكن المشكلة الأكبر هي أن في الاتحاد الأوروبي لدينا مستوى دين مرتفع للغاية ويبدو أيضاً أن ليس لدينا قدرات صناعية عسكرية كافية يمكن أن تؤمن ما نحتاج إليه في مثل هذه الحرب التي لم نرى مثيلاً لها منذ الحرب العالمية الثانية في القرى طبعاً وهي من بين الأمور التي يجب أن نعالجها طبعاً هناك حوافز قوية داخل الاتحاد الأوروبي ولكن هذه العملية تتطلب وقتاً طويلاً وفي المدى القصير فشلنا وابتالي هذا الحوار يجب أن يركز على التخطيط في المدى الطويل وتزويد أوكرانيا بالإمدادات والأسلحة التي تحتاج إليها وتعزيز قدرات صناعاتنا العسكرية نعم دكتور هل تعول بتغير في مواقف الأوروبيين تجاه هذا الدعم كما تغيرت بعض المواقف مواقف ألمانيا وغيرها من الدول حتى يصل هذا الدعم الكبير والضخم لا أعتقد ذلك أعتقد أننا سوف نرى الدعم يتلاشى تدريجياً إلى أن يختفي فإن الناس ستعبوا من هذا النزاع وأثبت علمياً بأن عادة الرأي العام ينتبه لأي أزمة دولية كبرى لمدة عامين ونحن وصلنا إلى هذه المرحلة ولذلك الانتخابات الأمريكية والانتخابات في بولندا وفي هولندا وخيرها من الدول إذن أظهرت أن هناك نقاش كبير لمدى الدعم لأوكرانيا في هذه الانتخابات ونرى أن هناك شعور كبير أو معادن للمساعدات لأوكرانيا وهناك رغبة بالتركيز على المشاكل الداخلية ولكن أعتقد أنه سوف يكون خطأ من طرفنا أن نتوقف عن دعم أوكرانيا بسبب الأثار الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي سوف تظهر إذا منهرت أوكرانيا نعم واضح وجهت نظرك بالتأكيد مستشار المخاطر الجيوسياسية دكتور جوزيف هارابيلا شكرا جزيلا لك